يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبرون أن نؤمن لكم قبل نبأنا الله من أرباركم وسجروا الله عبدكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سيعرفون بالله لكم إذا قلعتم إليهم لتعرروا عنهم فاعرروا عنهم إنهم رئيسوا وأقواهم جهنم جزاءهم بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لتعرروا عنهم فإن تعرروا عنهم فإن الله لا يوضع لقوم الفاسقين الأحراب أشد كفرا وإفاقا وأقدروا أن لا يعلموا حدودنا أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأحراب من يتعذ ما ينفق مرما ويتربص بكم الدائر عليهم دائرة السوء وهو سيء عليم ومن الأحراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتعذ ما ينفق قلبات عن دراه ويتعذ ما ينفق قلبات عن دراه وصلاة الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخله الله في رحمته إن الله نفور رحيم والسابقون الأول من المهادرين والأنصار والنبيل اتبعوا بإحسان ربي الله عنهم ربي الله عنهم وأدهم جنات تدري تحتها الأنهار وأدهم جنات تدري تحتها الأنهار وأخاربين فيها أبرا ذلك الفرس العوين وإن من حولكم من الأحراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاة لا تعلمون نحن نعلمون سنعذبهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى آباب عظيم وآخرون احترفوا بالنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عزا الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خل من أبراهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها أم صبر عليهم إن صلاتك سكروا لهم ومرعه سبيع عليهم ألم يعلموا أن الله هو يتوب التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقلوا احمدوا فصيروا أرحمدكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إنا يعذبوهم وإنا يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجداً أو رضاً وكفراً وكفراً وكفريقاً وبين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحرفوا من مئن قربنا من الحسنى والله يشهد إنهم لكالبون لا تكون فيه أبداً لمسجد الأسس على الطرور من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتقهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وليغوان خير أمن أسس بنيانه على شفاق أمن أسس بنيانه على شفاق أو الانه على شفاق وليغوان خيراً أمن أسس بنيانه على شفاق وعق النار يوجد حكيم. انها اشترى من المؤمنين انفسا وانوالا بانه الجنة يقابلون في صبيل الله فيقتلون ويقتلون بعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن وان اوفى بعده من الله فاسترشعوا ببليعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العاديدون الحاديدون السائحون الغاديون السائدون الامرون بالمحروف واللادون عن المركب والحافرون لحدود الله ورشي للمؤمنين ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها هي فلما تبين له انه عبور قربا لله تبرأ منه ان ابراهيم لأبيه حليم قربا لله تبرأ من خلال انهم اصحاب الجحيم وما كان ربي يضل لك الله وبعده ان هداهم حتى لا يبين لهم ما يبتكون إلا الله بكل شيء عليم إلا الله له ملك السماوات والأرض يحييه ويمين وما لكم من دون الله إله وليه ولا نصير لقد اتبعوا الله على النبي والمهاجرين والأنصر والذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ والقلوب فريق منه ثم تاب عليهم إنه بهم رغوف رحيم وعلى الساعة للذين كبير حتى إذا وقت عليهم الأرض بما رغبت وضعت عليهم أنفسهم وغنوا وغنوا أن لا ملزى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التبواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا تكون الله أكون مع الصادقين ما كان لأبي المبيلة ومن حولهم من الأعراب أن يتقلبوا عن رسول الله ولا يرغوا ولا يرغوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا أصيبهم وغنوا ولا مصرهم ولا مخنصهم في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موت أن يبيع الكفار ولا ينالون من عدوه الميلا إلا كتب له ولا ينالون من عدوه الميلا إلا كتب له به عمل صالح إن الله لا يبيع أدوه المحسنين ولا ينفقون أسفة صغيرة ولا كبيرة ولا يطعون راديا إلا كتب لهم ولا يطعون راديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون أن ينفعوا كوافة فأولا نفر من كل شرق منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا وجعوا إليهم لأنهم يأذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يرونكم من الكفار وليعدوا فيكم غربة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا أعزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأن الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستمشرون وأن الذين في قلوبهم معهم فزادتهم ربسا إلى ربسهم وماتوا وهم كافرون ألا يعون أنهم يفترون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أوزلت سورة من ربعهم إلى ربعهم هل يراكم من أحد ثم صاروا صاروا الله قربه بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حيص عليكم بالمؤمنين حيص عليكم بالمؤمنين ركوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم ودرك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أم أن نذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن نذرهم قرب صدر عند ربهم قال الكافرون إن هذا ساحر من النبين إن يا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استرى ثم استرى عن عرش يدبر الأرض ما من شفيع إليا من بعد إذنه ذلك هو الله ربكم فاحبون ألا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ لخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقفط والذين كفروا والذين كفروا لهم شراب من حبيب وأناد أليم بما كان يكفرون هو الذي جعل الشمس غياءه والقبره وقدره ملازل لتعلموا أدد السنين والحصار ما قلق الله ذلك لله الحق يفصل الآيات بقوم يألكون إن في اطلاف الليل والنهار وما أكرروا في الصباح والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يوجد لقاء لا ربوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا خاصلون أولئك مغوارهم النار بما كان يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجدي من تحتهم تجدي من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعوارهم فيها سبحانك الله وتحليتهم فيها سلام وآفر دعوارهم ألي الحمد لله رب العالمين ولو يؤجر الله للناس الشر واستعجر لهم بالخير لقوية إليهم أدروا فلو الذين لا يرجون فلو الذين لا يرجون لقاء لا في قوية إليهم يعمرون وإذا مس الإنسانا ودعنا لجنبه أو قائدا أو قائما فلنا كشفنا أنه وهو مر كأن لم يدعنا إلى قرر مصر كذلك زين بالمصرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلتنا الكرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم ببينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزل قوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تأملون وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الجزين لا يرجون لقاء أهد بقرآن غير هذا اهد بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إلي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم أمرا من قبلي أفلا تحقلون فمن أغلب من مفتراء الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يصلح المجرمون ويأبدون من ردون السياح ما لا يغبوهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا أعود الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كما الناس إلا أملة واحدة فاتلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقوي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقوي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون هؤلاء أنزل عليه آية من ربك فقل إنما الغيب لله فانتغيروا إني معكم من المتغيرين وإذا أغطنا الناس رحمة من بعد غراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل إله أسرع مكرى إن رسل ما يكتبون ما تنكرون هو الذي يصيركم في المرض والبحر حتى إذا كنتم في الفلك بتمين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها كان هريح عاصف وكانهم المرج من كل المكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين وإن أرجيتها من هذه لنكونن من الشاكرين فما أرجعهم إذا هم يرون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاء الحياة الدنيا ثم إلينا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تأملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من الصباح فاقتلط به نبات الأرض مما يأكل الناس بيئا فننعهم حتى إذا أخذت الأرض سكر فهارت زينت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتالا أمرنا ليلا أو نهارا أو نهارا فدعلناها حصيدا كأي لم تغنى بالأس كذلك نفصل لآيات لقوم يتفكرون والله يدعوه إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن حسنا وزيادة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترحبهم ظل ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشي وجوه قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم تقولوا للذين أشرقوا مكانكم أنتم وشركاتكم فزيلنا بينهم وقال شركاتهم لا كنتم إياها تعبدون فكفى بالله جيدا بيننا وبينكم إن كنا عبادتكم لغافلين هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل أنهم ما كانوا يستغون قل من يرزقكم من السماء إلى الأرض أم من يملك السم على الأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله فكل أفلا تتكون فذلك من الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلام فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركاتكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تقفكون قل هل من شركاتكم من يهديه إلى الحق قل الله يهديه للحق أحق أن يرتبع أم من لا يهديه أم من لا يهديه إلا أن يردى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا غمّا إن الظلام لا يؤني من الحق شيئا إن الله عليمه بما يسعدون وما كان هذا الدرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتصويل الكتاب لا ريب زيه من رب العالمين أم يقولون أم يقولون افترى ألفتوا بصورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تغيينه كذلك كذب الذين من قولهم فانهوا كيف كان آكبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأبريء مما تأملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تأتي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرون كأن لهم يلبثوا إلا ساعة من المرات يتعارفون بينهم قل خصر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك فحظ الذين عندهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الره شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فلذا جاء رسول قوي بينهم بالقسق وهم لا يؤلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ورعا ولا نفعد إلا ما شاء لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ما يستعجل منه المجرمون أثن إذا ما وقع آمنتم به آل 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 قد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ولموضوا على ذلك القلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستعجلون كأحق هو قلبي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفسهم ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأصروا النجامة لما رأوا العذاب وتغي بينهم بالقسط وهم لا يولدون ألا إن بالله ما في السماوات والأرض ألا إن بعد الله حق ولا إن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءكم موهرة من ربكم وشفاء كل ما في الصدور ورده هو رحمة للمؤمنين قل بشغل الله وبرحمته فبذلك فليسرعوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حوارا وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تسترون وما أظن الذين يفترون على غراء الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تزيعون فيه وما يعزر ربك من مثقار ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزرون الذين آمنوا وكانوا يتكون لهم المشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفرس العظيم ولا يحزنك قبلهم إن العزة لله جميعا هو الصميع العليم ألا إن لله من في السماء ومن في الأرض وما يتبعوا الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبعون إلا الظلم وإنهم إلا يخرصون هو الذي جاء لكم الليلة تسكنوا فيه إلى النهار ونصيرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قال اتفت الله بلدا سبحانه هو الغبي له ما في السماء وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتكونون على الله ما لا تعلمون قل إن من الذين يختارون على الله الكذب لا يصلحون متى من في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيبون العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتنوا عليهم نبأ نوح إن قال لقومي يا قومي إن كان كبر عليكم مقابي وتذكري بآيات الله وتذكري بآيات الله فعلى الله تذكرت فأدمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم قلوا إلي ولا تنظرون فإن تغليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكرموا فنجيناه ونمعوا في الفلك وجعلناهم خلاق فأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظروا كيف كان عاقبة المنذرين ثم بأسنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المرتدين ثم بأسنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندما قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتكون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لترفتنا أما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم القمراء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فذعه نؤتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيرطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلا أمل لموسى إلا يرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن في بودة لآل في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم أبنتم بالله فألي تفكروا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه آتما وآل قربكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت في مهون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا قمص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا بصبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأدعهم سبعون وجنوده بغيا وأدوى حتى إذا أدرجوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بغيا إسرائيل وأنا من المسلمين قال آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببددك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس آياتنا لغافلون وقد برأنا بني إسرائيل برأ صدق ووزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءوا الحلم إن ربك يقوي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لرب جاء الله الحق من ربك فلا تكونن من الممتعين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقا عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروي الحداب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم الورنس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الفصل في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك آمنوا في الأرض كلهم جميعا أرأ أنت تكره الناس حتى يكونوا أؤمنين وما كان لنفس الأها تؤمن إلا الإذن الله ويدعن الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في الصماوات والأرض وما يكون من الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين قدوا من قبلين قل فانتظروا إني ما أكون من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا نرجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فأأعبدوا الذين تعبدون من دون الله ولكن ولكن أعبدوا الذين يتوفاكم وأمدت أن أكون من المؤمنين وأن ألم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين 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 وإن يردك بقيل سلام عبد لفرقه يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يكتدي لنفسه وما نغل فإنما يغير عليها وما لا يكون ببقيل واتبه ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير لحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام رادي تاب أرحمت آياته ثم فصلت ثم فصلت ملة حكيم خبيل أن لا تعبدوه إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توروه إليه يمتعكم مداء حسنا إلى أهل مسمى ثم توروه إليه يمتعكم مداء حسنا إلى أهل مسمى ثم توروه إليه يمتعكم مداء حسنا إلى أهل مسمى توروه إليه يمتعكم مداء حسنا إلى أهل مسمى توروه إليه يمتعكم مداء حسنا إلى أهل مسمى